قالت لها نوها خرجي عليها برا خرجت كريستينا وقلسات نوها معصبة وشدت على رأسها وقالت علاش كل شي تتقلب فجأة كل شي هاجر عندها الحق خاصني نشد معها احنا في حرب وحرب كبيرة شوية قق حاتم الباب وقال لا لا نوها تبارك الله عليك قالت نوها السي حاتم شكرا لك قال حاتم إلا ما فهمت شي حاجة أنا هنا قاد نكون ديما معك قالت نوها صراحة ما فهمت حتى حاجة حاتم قال ولا عليك أنا غادي نفهمك شوف يا للا هذا الملف فيه الإرادات ديال الشركة وهذا فيه الساطرات ابقى حاتم كيشرح للنوها وهي كتسمع لي كيفاش هو جدي في الخدمة وفي نفس الوقت لابق حتى لهذا الدرجة ابقى تسرحانة فيه هو كيشرح لها حتى فجأة ها صنات ديال تليفون ديالها وقال أه سمح لي غدا نجاوب هادي الخدمة قالت قالوا ويه سلمة شنو قال حاتم شنو كاين وهي تقول نوها هاني جاي يا دابا وغنجيب الطبيب معايا حاتم قال ايش واقع قولي لي نوها قالت جداتي جات هالا كريز حاتم قال أنا غادي نتصل بطبيبك نعرفه ما تخافيش خرج حاتم ونوها بالزربة وفي الطريق تتصل حاتم بطبيبك يعرفه قالوا غادي ندود عندك حالا ناخدك الفيلة معنا وفعلا دك شلي كان اداء معهم الفيلة وفحص الطبيب الجدة أمنوها بقت غير كتبك قالت الله يا ربي إيه لو وقعت لي هاشي حاجة أنا غدا نموت قال ليها حاتم ما تقوليش هكاك دابت ولي لباس قال لي هم الطبيب ما تخافوش غدا تولي لباس ولكن ضروري خستاخدوها بانتظام حيت هادشي وقع ليها بسبب إهمالكم لها خليوها ترتاح دابا وعدت وليم زيانة خرجوا من البيت وقال حاتم كان شكروك دكتور على مجهودك قال الطبيب هذا واجب أهم حاجة اتهلوا فيها ومن الأفضل تجيبوا لها ممرضة قابلها حاتم قال إن شاء الله قال لي هم الطبيب خليت لكم الراحة خرج وقلسات نوها وحاتم وهي تقول له شربشي حاجة قال ليها حاتم ما تنسيش بلي تابعني الخدمة وهي تقول له نوها سي حاتم أنا آسفة بزار أول نهار ليه في الخدمة وقال حاتم ما تكمليش خليك مع جداتك اليوم وقدمت شوفه ولكن بغيت نعرف علاش ما جبتيش لجداتك ممرضة قالت نوها قبل كانت مقابلها خالتي الضاوية ولكن من نهار مشات ما لقيتش اللي يفهمها قال حاتم يمكن ليه نجيب لك ممرضة كنعرفها موثوق فيها تقابلها نوها قالت ليه ما عرفتش كيفاش غضم شكرك حاتم قال ما تحتاجيش تشكريني هذا واجب أنا غدا نصيفتها ليك اليوم يلا بسلامة عليك قالت لونها بسلامة مشا حاتم وقات نوها مع جداتها باتت لها إدها وقالت جدة عافكي مدخل عينيش عليك أنا مبقى ليه حد في الدنيا من غيرك بقات نوها في الفيل اللي احتاج أخوها من المدرسة وقلسو كيت غداو وبعد الغضاء جات واحد السيدة وهي تقول لها نوها مرحبا بيك انتي هي الممرضة لسيفتك حاتم جوديا قال أنا جوديا تشرفت بيك ما تخافيش ان شاء الله غادي نوقف مع الحاجة ومي تقول نوها غادي نكون ممنونة ليك بالسلام وما تخافيش حسبي راسك في دار وما غيخصك حتى خير بقات الممرضة مع الحاجة وبقات كتتهلة فيها لغت ليه ناضط نوها وجدات راسها ونزلت عن جداتها وقالت ليها صبح الخير رديت عليها الجدة صبح الخير بنتي وحتاج جوديا قالت صبح الخير نوها قالت كي بقيت يا حبيبة وهي تقول جوديا الحاجة اليوم رهن زيانة فترات وهي في أحسن حالة الجدة قالت أنا بيه خير بنتي ما تشطنيش عليها قالت نوها الحمد لله كن شكرك بزافة جوديا حي تكتها اللاي فيها جوباتها جوديا هذا واجبي خرجات نوها ومشات الخدمة ودازت عند حاتم وقال لها صبح الخير كي بقيت الحاجة قالت له مزيانة قن شكرك بزافة على الممرضة فعلا هي في المستوى حاتم قال لها كيف عدني هادشي قالت له نوها غدا نخليك أنا دابة غا مشي نشوف خدمتي قال حاتم نوها إلا ما عندك والو في الغضاء واش ممكن نتغدا واليوم عبجوج نوها قالت لي كي شرفني هادشي وهو يقول نتلاقى وإذن في الغضاء خرجات نوها ومشات البيرو تيالها ولقات مهاجر اللي قالت هاي 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 ناس قربوا بزاف من البدجي وهي تقولنها غا سكتي وتشوفي اش وقع البارح هاجر قالت شنوقع نوها جاوباتها جد جات هالا كخيز ومشان عايحاتي معيط للطبيب واعتقناها وصيفت ليا ممرضة تبقى معاها قالت ليها هاجر على سلامتها ولكن ايش هادشي تقدمنا بزاف كريستينا محولها غدا تموت بالفقصة انتي ضغياطي يحتي الحوت الكبير وليني مراكيس سهلة قالت نوها ونزيدك عرض علي للغضاء اليوم هاجر قالت ما تقولي هاش انتي خطيرة نوها قالت ما تستهنيش بصاحبتك شوية دخل المحامل عند نوها وقال مادام نوها ممكن نهضر معاك شوية قالت هاجر المهمة حبيبة انا غادة دابة نطلقا ومن بعد قالت ليه نوها استاد كينشي جديد رشاد قال طالعت على ملف القضية ولكن للأسف القضية صعبة بزاف وماشي بعيد القاضية يحكم عليه بالإعداد قالت نوها لا عافة كدير مجهودك معاه ما بغيتش يضيع هاداك مهما كان عمر وخا أداني أنا مازال حاسة أنه كاينة شي حاجة ومعارفة هاش رشاد قال لا لا نوها الكاميرات ثوراته هو هاش شي ساك في إيده ومن اللي خرج ما كانش في إيده نوها قالت له عافة دير مجهودك عافة قال ليها رشاد واخا غادي نحاول على قبلك مشى وبقات نوها خدامح توصل وقت الغضاء لقات حاتم جاي عندها وقال ليها واش مغا نوضوش ضحكات وقالت هانا واجدة قال ليها خلينا نمشي بدوا خارجين وهي طلق لهم كريستينا وقالت سي حاتم محتاجك قال ليها حاتم بعد الغضاء ونخلها ومعطهاش بقت الجيست اللي خلى نوها الجيست اللي خلى نوها تحس بانتصار كبير ومشات ركبات مع حاتم ومشات المطعم فاخر وقال حاتم شنو بغيتي تاكلي قالت الحوت طلبول غدو قلسو كيها درو وهي تقول بغيت نسولك قال تفضلي قالت له من امتى ونت شريك الامير قال ليها شحال هادي انا وامير تلاقينا في واحد النادي عرفنا صديق مشترك لنا ولقينا ان مميزاتنا بحال بحال وغادي نقدروا نديروا خدمة زوينا قالت ليه نوها عمر امير ما عود ليها هاد القضية قال ليها حاتم امير هكا مكانش كي بغي يدخل خدمة في الحياة الشخصية قالت نوها اه بس صح واش كنتي حاضر نهار العس قال حاتم لا كنت مسافر وحضنت بزاف لدك شي اللي وقع امير راجل مزيان بزاف ما يستهش دك شي اللي وقع ليه وهي تقول له نوها اه حاتم قال اخباري باللي ملف على كان قاصدي ينتقم منك انتي قالت له نوها انا لحد اليوم ممتيقاش حاتم حط ايده على ايد نوها وقال ما تحزنيش انتي ما عندك حتادن في ذاك شي اللي وقع وهي تقول جمعها الممرضة ما تخافيش نفسك لها حق عليك ما تنسيهاش قالت نوها اواخه انا موافقة قال حاتم انا غادي ندوذ عليك الجمعة بالليل باش ندوذوا وكانت كله تماما تغدى حاتم ونوها ورجعوا الخدمة وكل واحد مشالبيرو ديالو واطلقات نوها به هاجر وقالت لها هاجر عليش هدرتو عاوديلي قالت نوها عندي ليك خبر الى سمعاتو كريستينا غدا تسخف وهي واقفة هاجر قالت اقولي لي شنو قالت نوها حاتم عرض علي يندوذ معاه الويكاند في المزرعة ديالو قالت هاجر ما تقولي هاش عرفت ديق المزرعة كل شي كيهضر عليها سمعت كيقولوا عليها رها كبيرة بالساف بصحتك يا حبيبة هاك كنكونو غلبناك ريستينا بالبارد بتاسمات نوها سالات نوها خدمتها وخرجات ومشات للدار بالأسبوع داز بالزربة ونوها مرة كتمشي المشاريع والديها ومرة في الشريكة وحاتم كل مرة كيجي عندها ومهتم بيها لدرجة كل شي واللي عايق بيه وبنظاراته لنوها وصل يوم الجمعة واللي فيه هنو هاسالات الخدمة ووجدات رأسها باش تمشي دوز الويكاند في المزرعة رامي مبغاش يمشي معاها بحجة انهم تفقدوا دوز الويكاند مع صحابه طمعنات على الجدة وخرجات ولقات حاتم كي تسناها ركبات معاه وهي فرحانة وبعد طريقة طويل وصلوا المزرعة اللي كيما وصفاتها هاجر كانت كبيرة بالساف وصلوا بعد غروب الشمس تقريبا دخلوا وبقات نوها مبهورة بجمال المكان قال لها حاتم تفضلي أنا طلبت من الخدامة يوجدوا لنا العشاء أكيد غدا تكوني عيانة بالطريق دخلت نوها وفعلاً لقات العشاء واجد قلسوا وبدو كيتعشها وكيهضروا بقوا هاكاك احتجهم النعاس ورأل نوها بيتها دخلت نعاس وهي كتفكر في معاملة هاد الشخص ليها أكيد ما كتبغيهش ولكن هي معجبة به بالسان معقول أنه يعوضها على ذاك الشي اللي شافته من عتاب واش معقول يكون هاده هو طوق الناجات بالنسبة ليها ايش هاد الشي كتفكر فيها نوها هو ما قال والو علاش عقلك مشا بعيد نغد لي فاقت نوها بكري دوشاته بدلا تحويشها ونزلت عن دلقاته كيف طر قالت له صبح الخير رد عليها حاتم وقال صبح النوم انعستي مزيان قالت ايه بالزاب وهو يقول يالله هلالله فطري باش نقول لك شنو هو البروغرام ديال اليوم قالت بروغرام؟ قال ليها طبعا كل شي في الحياة لا بدا يمشي بالتخطيط وهي تقول ولكن انا عمري ما خططت لشي حاجة في حياتي ونهار خططت رك شفتي شنوق عليا وهو يقول حاتم اولا بغيتك تنسي دك شي اللي فات احنا ولد اليوم ثانيا التخطيط ديالي غادي عجبك بالزاب خليك معايا وما غدش تندمي قالت نوها واخا سيدي شنو هو البروغرام ديالك؟ قال ليها حاتم غا نمشي ونركبو الخيل غايعجبوك بالزاب انا اللي مروضهم بنفسي ومنتم ما غادي نتغداو وفي العشية نعومو في البيسي ندوزو في هالعشية ونشربوشي حاجة ومن بعد غادي نتعشاو ونتفرجو في شي فيلم وننعسو شنو بقى ليك؟ نوها قالت له انا اي لادرت هاد البروغرام ديالك غادي يخسر لي الرجيم وغادي انغلط كلو ماكلة قال ليها حاتم انتي ذوينا في كل الاحوال ارتابكت نوها اولات حمرا قال ليها حاتم سالتي الفتور شنو رأيك منوضون بداول البروغرام قالت اه ساليت نشات نوها وحاتم اللي بسوح ويجو الخيل ركبو كل واحد على فرص وبدأوا الرحلة ديالهم تمشاو في المزرعة كلها وتصابقو ونوها عجب هالعودة ديالها بزاب قال ليها حاتم كان شو فكرة كيف رحانة قالت اه بزاب زوين بزاب هاد الحيصان شلو اسميتو قال ليها حاتم هاديك فرص اسميتها نوران نوها قالت لي اسمية زوينة وجات معها بزاب قال ليها حاتم وليت ديالك من اليوم نوها فرحات وقالت بالصاح كان شكرك بزاب قال حاتم هاد الجوج مدربين بزاب وهم اللي عندي متفاهمين وهي تقول له نوها وشنو اسمية الحيصان ديالك قال ليها حاتم عهد نوها قالت له اسمية زوينة بزاب عهد ونوران حاتم قال ليها شنو رأيك نتصابقه تاني وهي تقول له زيد بغيت نرى بحك مرة اخرى زيد بغيت نرى بحك مرة اخرى تحك حاتم وقال ليها را غير كنحاول عليك وهي تقول له ما بغيتش تعترف بالخسارة اضحك وقال واخا دابة نشوفه بقاوك يتصابقوا واحتسبق حاتم وبقاوك يضحكوا احتعيا ورجعوا المزرعة حاتم طلب من الخدامة يوجدو الغدام وكل واحد مش هالبيتو دخلتنو هالبيت ودوشاتو بالثلاث حويجها واتصلت بهاجر وقالت ليها اهلين بالغالية اشترتي قات ليها نوها اهانا صحبتي دوست نهار واعر اركبنا الخير وحاتم دريف بالزع هاجر قال ما تقوليش ليها الحوت كل الطعم وشداتو الصنارة ضحكات نوها وقالت هاجر ضحكات نوها وهي تقول لها هاجر انا خايفة غادة ترجعين انت منذو وجابه قالت نوها ايش هاد الحضرة صحبتي هاد شي ما زال عليها الحال قالت ليها هاجر واشنو غتسنى يا صحبتي واشنو غتسنى يا صحبتي احتطرليك عليه ديك السفريطة نوها قالت ما تخافيش قالت هاجر فخبارك اليوما صنات ليها وثولاتني عليك قالت نوها ما تقولي هاجر واشنو بغادة وهي تقول هاجر قلت ليها رهام عحاتين في مسرحتو وهي تقول نوها هلاش فرشتيني يا صحبتي هاجر قالت كون شفتيها اش دارت كون عشبك الحال قالت نوها اش دارت وهي تقول هاجر ابقات حكت مأمأ وهي تقول نوها خليها علش تابعني في حويجي ما كفهاش امير قالت هاجر قلت ليك الف مرة نساي عليك امير هانتي الله جاب ليك واحد ثوين الف مرة واغنى من امير قالت نوها المصيبة انه شي مرتبط بشي هاجر قالت سمعيني الى بقيتك تفكري بهاد الطريقة غدا تخسري كل شي عندك غراض تربحي انتي قدها انساي عليك المشاعر قالت نوها انا معك صحبتي غدا ندير ذاك شي اللي تفقنا عليه وهي تقول هاجر هاكاك نبغيك يالله سيري غايكون كي تسنعك نوها قالت تالله يفرسك يا حبيبة وادعاتها هاجر وناضت نوها تقابلت مع المراية وبدأت كتصيب شعرها وكتدير الميك اوب ديالها احتضقت عليها الخدامة وقالت لا لا السي حاتم كي تسنعك لغدا واجد قالت انا جاي دارت نوها بارفان ديالها المفضل ونسلت ولقات حاتم قالص وكيت سنع فيها قال ليها مرحبا تفضلي قالت لي ربي خليك ايش هاد الماكلة كلها واحنا غاجوج بينا قال ليها حاتم الكرام الضيف واجب وانتي اكتر من ضيفة قالت انا رى الماكلة ديالي قليلة وبسيطة الماكلة اللي فيها لي كالوري قليل قال ليها حاتم لا لا خسكي تاكل وتشبعي الماكلة هكا تقوي خوضي هاد فخة ديالتجاج غادي عجبك وزيدي حتى هاد الحم المشوي انوها قالت له اويلي واش بغيتين ولي غلاضة ويخسر لي يا ريجين مورسو صغير من الحم كافي وبزاف عليها حات حاتم قال لا هاد شي ما كيسلكش عليها ركيه شيشة وكيوت هكا وهي تقول لا هاد شي ما عندوش علاقة الرجيم هو الرجيم حاتم قال وديري لي يا خاطري خوضي هادي من ايدي يلا خوضي قالت موثر واخا وكلها وبقاوك ياكلوك يهضرو وهو يقول ما قلتيش لي كيف جاتك المزرعة قالت طب واعرة واش ديالك ولي ديال عائلتك قال لا هادي ديالي انا وارد شي باركة من الواليد بالحق خمسة وسبعين في المية من تروى ديالي انا اللي درتها بخدرتي وهي تقول واو انت عصامي اذا قال بس صح وهي تقول له وفين هوا مع عائلتك دابا قال لها حاتم ماتوا والدية ماتوا وما عنديش خوض انا وحيد من صغري عليها وليت عصامي هاكا ودرت قاحد التروى حيت عمري ما اتاكلت على شي حد قالت نوها وما تزوجتيش وهو يقول لها لا عمري ما تزوجت ديما كنت كندير علاقات عابرة وما نكذبش عليك ما كرهتش نستقروا ندير ولاد وداروا مرة على الاقل تحس انه عندك شي حاج عليش تعيش قالت نوها اغديرهم اللي عولتي عليهم قال ليها ما كرهتش وشايف جهتها وطول فيها النظر وهي تقول له همم انا كملت الغضاء نادت نوها وحاتم وكيما تتافقوا يعموا في البيسي نزلوا يعموا وبدو كيرشوا بعدياتهم بالماء قال حاتم انها كتعرفة تغوصة وهي تقول له اه ما زال ما كملت هادرتها حتى نزلت للتحر وحتى هو نزل معها وبدو كيعوموا في القاع قال ليها واش قديمة في الغوص وهي تقول له بابا كان كيعلمني في صغري قرب حاتم عند نوها وهي كتعوم وشدها من الخسر ديالها وبدو كيشوف فيها بوحد النظرة غريبة وهو يقول انها انا قاطعت وقالت خلينا نطلعو انا جاني لبرد سليت منه وطلعات دخلت للبيت ديالها ودارت دوش وبقات قال سعلى النموسية ابقات كتفكر وعقل هكا يدي ويجيب وقالت علاج تجرق عليها هكا ايش بيني وبينو اصلا وصافي تمادة حتوافقت نجين دووز لوي كانت معاه انا خاص نمشي باش ميزيج بدات كتجمح واجهة ونزلت بصاك ديالها لقيت حاتي ملتحت وهو يقول اجهد الشي فين غادا قالت عافك وصلني وهو يقول نوها عافك يسمحي لي مقصدش عافك يبقاعي قالت انا خاصني نمشي حيت جدارها بوحدها وزايدون تصلوا بيا من لوطين كانش مشكيل خاصني نحل قال حاتي هاتشي كاين قالت اه عافك وصلني وهو يقول واخا نتمنى ما يكونش للتصرف ديالي علاقة بهاد القرار ديالك وانتمنى نعوضو هاد الويكاند مرة خدا قالت ان شاء الله هز حاتي مستاك وخرجوه وونها لعند التو موبيل ركبو بجوجو شدو الطريق طول الوقت نوها ساكتا وقال لها حاتي نوها مالكي ساكتا واش حتل هاد الدرجة انا قلقتك قالت لا انت مقلقتينيش غير عقلي مشتون قال لها حاتي نتمنى بالصح ما نكونش قلقتك بقاوا ساكتين بجوج بيهم طول الطريق ومرة مرة كيشوف حاتيم في نوها وهي ساكتا حتى وصلوا الفيلة نزلت نوها وادعات حاتيم ببرود وطلعات دخلت للفيلة واتجهت لعند جداتها وقالت لها الجدة بنتي جيتي عليش مكملتيش لو كانت تيالك نوها قالت والو غاب غيت نجين تماءن على الخدمة وهي تقول لها الجدة بنتي شوفي فيا ياك موقع والو قالت نوها ليه جدة موقع والو كيدا يرنتي لباس صحيحتك مزيانة وهي تقول لها جداها انا باخير هاد الممرضة اللي جبتيه مزيانة وكتفهم ليه قالت نوها ايوه مزيان فينا رامي الجدة قالت خرج مع أصحابه ما عرفتش فيه نمشى قالت نوها صافي انا غادي نتاصل بيه غنطلع نرتاح شوية قالت نوها صافي انا غدا نتاصل بيه وغنطلع نرتاح شوية ونزل نتعشاه جميعا قالت الجدة الله يردع لي كبنتي طلعت نوها لبيتها وبقيت كتخمم وكتفكر في ذاك الشي اللي وقع اليومه علاش تعصبت ما في حوالو هو مدار حتى ردت فعل تخلي ننتصرف هكا ما لي دارا انا علاش هاد شي كله دارتو ولا يمكن حيت مازال مخرجتي من عقدة أمير حتى أمير عمري خليتو قسمي لا ماشي هادا هو السبب انتي معقدة ما نرجع حيت تقتيف أمير وصدق مذوج ووالد واش انا نبقى هاك كحياتي كاملة نفكر غير في أمير أمير مات صافي عايش حياتو مات علاش نبقى انا عايشة بالماطق نعسات نوها وهي كتفكر احتفقت على صوت الدقان في الباب ناضت وفتحات ولقات هاجة قالت ليها ايش هاد الشي شنوقا وهي تقول نوها انتي لي شنوقا قالت هاجة جيت نطلع لجداتك قالت لي يا راكي هنا علاش ما كملتوش لو كاند ديالكو شنو اللي وقاع اللي خلاكي تجي على نهار قالت ليها نوها دخلي انا غدا نحاوت لي كل شي هاجة قالت ايدا يعني الموضوع كبير وهي تقول نوها ما كبير محتى حاجة انا اللي كبرتو وهي تقول هاجة هانا كان سمحك نوها قالت كان كل شي هو هادا نهارنا دا ززوين ولكن في العشية نزلنا الفيسي ننعومه حاتي مقرب لي ما عرفت شنو كان باغي شدني من خسري وقاطعتها هاجر وقالت ها وشنو وهي تقول نوها اهربت منو جيت هاجر بقى تكدحك وقالت ليها نوها علاش كدحكي وهي تقول هاجر بصراحة اللي يشوف الجسم ديالك طبيعي يضعف ولكن اللي ضحكني ان السحاتي مهلا قدو اضعف بهاد الصرحة قدامك قالت نوها ومالو ماشي راجل باش ما يضعفش هاجر قالت راجل راجلون ولكن اللي مكتعرفيش ان السحاتي مكيدعفش قدام اي وحدة وكان عليك تستغلدك الضعف اللي دار قدامك حيت ما غيتكررش نوها قالت شنو كنتي با غانين دير وهي تقول هاجر ووالو غان هارتنين سيري عندو واعتاه دريري حيت خسرتينو الويكانت وحيت وقتو تمين بزاف باش يضيعوها هاكاك نوها قالت نوها قالت لها مالو هو تشيكي فارا وهي تقول هاجر اكتار هادا راحاتي اللي غادي يحميك طول حياتو وعمرك ما غا تحتاجيشي حد بعدو اتصال واحد منو يكفيك نوها الفرصة كتجينا مرة واحدة في العمر وخاص نستغلوها نساي عليك الماضي وبداي حياة جديدة انتي مازالة صغيرة وماشي غا تبقى حياتك كتسناي وتفكري في الماضي قالت نوها مقدرتش النساء بزز عليها هاجر قالت انا مقدرة هادشي اللي كدوزي مني دكشي علاش كالنصحك تزوري طبيب نفساني انا غادي نعطيك كارت ديال الطبيب ديالي ونديرلك معاه موعد وانا متأكدة غادي يعونك بالسعب انوها قالت ومن ايمتك تمشي لطبيب نفساني وهي تقول هاجر واشنو اللي فيها عيب ليه معلومات المجتمعات الاوروبية المشي عند الطبيب النفساني ضرورية جدا وعادية وهي تقول نوها واخا للا قالت هاجر عرفتي اخر الاخبار انوها قالت شنو وهي تقول هاجر انهار تنين محكمة عمر انوها قات غير كتشوف وهي تقول لها هاجر شنو بقى فيك المفروض هذا اللي قتل والديك نوها ما جاوباتهاش وقالت لها هاجر غدا تحضري قالت نوها ما نضنش ما غنتحملش وهي تقول هاجر يلا خلينا النثوع عند جداك نتعشاه شوفي ساي بيدك شي لخسرتيه وعرضي على حاتم غدا الغدا قالت نوها واخا تعشيت هاجر ونوها وجداها ورامي وكملوا عشاهم ومشيت من بعد هاجر في حالها وبقيت نوها كتفكر في ذاكش اللي قالت لها هاجر اخذيت التليفون والتصلات بحاتم وقالت قالوا قال لها حاتم نوها لاباس قالت الحمد لله وانت قال لاباس وهي تقول كان اعتذر ليك على ذاكش اللي وقع اليومها وحيت خسرت ليك الويكاند حاتم قال المهم هو تكون انتي مرتاحة وما نكونش انا السبب انوها قالت لي لا بغيتك تجي غدا تغدا معنا الى ما عندك ميتان قال لها حاتم وانتي وش با غاني نجي قالت اكيد هيد العراضة مني انا حاتم قال ايضا غادي نجي قالت لي شكرا لك ايضا غدا تلاقع قطعات المكالمة معها حاتم ونادت علمات جداتها والخدم وطلعات البيتها تنعس وفي صباح يوم الاحد فاقت بكري ونزلت فترات وعلمات الخدمات اش غاي سايبوه لغدا ومشيت لعند جداتها وصايبات ليها حويجها قالت ليها جدا شفتك اليوما ناش طومت حمصة قالت نوها اكيدا جدا هيد السيحاتم غادي جيت غدا معانا قالت ليها جداها الله يجعلو من ناصيبك ابنتي وهي تقولنها هيد الهدرة ما زال الحال عليها جدا شدات ليها جداها في ايدها وقالت ابنتي انتي مازالة صغيرة وما بغيتكش تدفني شبابك عيشي حياتك وبغي من جديد انتي ماشي اول ولا اخر وحدة كيوقع ليها هاد الشي ولكن الحياة اعطاتك فرصة اخرى استغليها وعيشي حياتك ابنتي عافاكي قالت نوها واخا جدا يكون خير طلعت نوها البيتها توجد راسها بعد ما شرفات على الغطاء وعلى تزيين الصفرة دازت على بيت رامي ولقاته مازال ناعز حلات عليه استيطارة وقالت فيق واش غتبقى ناعز فيقرا عندنا الضياف قال ليها رامي هاف خليني ناعز قالت نود يا هاد الولد نود رامي قال ايش كايا وهي تقولن انت راجل الداردابة وخاصك تكون معانا من اللي يجي شي ضيب رامي قال اوه اخا اهانا نايد وهي تقولن يخليلي يا هاد الزين ومشيت نوها البيتها والزينات ولبسات احسن ما عندها صيبات شعرها واحتى سمعت صوت الطموبيل ومشت طلات لقات حاتم وصل فرحات ونسلات استقبلاته ادخل حاتم وحلف ومف جمال البنت اللي كتسنها ادخاله هو هاز بوكيد الورد قالت نوها مرحبا بك قال ليها حاتم شكرا تفضلي هادا ليك عربون اعتدار على دكشي اللي استر مني البارح شكراته نوها وقالت له تفضل ادخل حاتم وقال جدة على كرسي متحرك وهي في استقباله بس ادهب كله باقة وقال كديرا لا لا كانت منه تكون صحتك بخير الجدة قالت له الحمد لله هاولدي انا بخير تفضل وهي تقول نوها سيهام اعافك يعيطي على رامي قالت سيهام وخالانا قلتوا وبدو كيهدروا طول الوقت وحاتم ما حدرش عينيه على نوها نادو كيتغدا وبقو كيهدروا كملو العراضة واستعدن حاتم يمشي خرجيت معاه نوها وقال ليها انا فرحان بالسهف حيتعرفتيني بعائلتك نوها قالت ليه حتى انا شكرا بزاف حيتقبلتي تجي وبغيت نعتادر ليك على الموقف اللي درت البهرح صراحة ما عرفتش شنو ترى ليه انت ما درتي حتى حاجة خايبة تخليني نتصرفها كاك بالعكس حاتم قال ليها نوها كيما قلت ليك انا عمري ما عطيت فرصة لشي مرأة تكون في حياتي ولكن انت ما نكدبش عليك استوليتي فترة قصيرة على تفكيري قالت له نوها حاتم وهو يقول لها عافكي خليني نكمل انا مقدر الظروف الصعيبة اللي دا استعليك ولكن عافكي اعطيني فرصة نعاونك ونكون بجنبك ونجاوزوا هادشي بجوج بينا خليني نكون مهاك انا عمري رغبت شي بنت قالت لي واخا بتاسم حاتم وقال كان شكرك بزاة وكان واعدك نكون ليك الامن والامان والحب بتاسمات نوها دخلات وهي فرحانة بعد ما مشى حاتم ولقات الجدة في انتظارها وقالت ليها شنو قال ليك قالت نوها وين وجدت اغا ودحني الجدة قالت ليها قاع هاد الوقت كله هي ودعك تحكيت نوها وقالت اللا وهي تقول لها جدها شوف يا بنتي هاد السيد باينة فيه قلد الناس وغاديت هلا فيك ما تضيعيش من ايديك قالت نوها هذا رأيك قالت لها جدها اكيدة بنتي راجل كامل ومكموم ايش بغى اكتر نوها قالت يكون خيال الجدة قالت ابغيت نفرح بيكم قبل ما نموت ابغيتك تفرحي ونشوف ولادك نوها قالت ليها الله يطول لينا في عمرك جدة وقالت الجدة الله يفرحك بنتي الغد ليه ناضط نوها بالثلاث وقادات راسها ومثلاث فطر مع جداتها قالت ليها جدها صبح الخير بنتي كي صبحتي نوها ردات بي خير جدة وانتي كي بقيتي الجدة قالت بي خير بنتي مادام كنشوفك انتي بي خير وهي تقول الخدامة لا لا نوها شي حد كي يسول فيك قالت ليها نوها قولي لو يتفضل ادخل واحد الراجل وقال لا لا نوها قالت هي هادي وهو يقول هادا اشعار من المحكمة باش تجي كشاهدة في قضية عمر الخالدي اليوم مع الجوش قالت له اوكي مشا الراجل وبقات نوها مع جدها وقاتليها جدها غدا تنشي قالت نوها ما نعرف وهي تقول الجدة انا ما زال ما قادراش نستوعب ان عمر ممكن يدير هادشي نوها قالت ولا انا استوعبت الجدة قالت نوضي يا بنتي سيري لخدمتك وهي تقول اه انا تعطلت تهلاية جدها تهلاية جدها في راسك ومشيت نوها لخدمتها وبقات كتفكر في عمر احتفاجئها حاتم قال ليها اصبح الخير بالاميرة قالت اصبح النوم قال ليها مالكي قالت له والو اليوم محاكمة عمر حاتم قال وشنو اللي معصبك في هادشي وهي تقول والو غافكرني بدك الشي اللي وقع عليها قال ما تخافيش غاياخد الجزاء ديالي بقاوكي هدرو وتقريبا نوهمة مركزة مع والو احتمشة ورجعت لخدمتها جا عندها مع الغداء وقال وقت الغداء هادا مغا تمشيش الاميرات تغدى قالت اه غا نمشي وهو يقول يلا هنوضي الغداء لحسابك اليوم ضحكات وقالت واخا تغدات نوها وحاتم وطول الوقت بالها مشغول وكتفكر حتى رجعوا لخدمة قلسات شوية وشافت في الساعة لقعتها الجوج وناضت ومشات بتردد حتى وصلت لمحكامة ودخلات رجليها كانوا كيرجفوا شافت في عمر اللي كان مورا القضبان شافها وتصدم وبقى كيشوف فيها ومحيتش عينيه مشات وقلسات وحنا ترسها وقال القاضي عمر الخالدي متهم بتفجير فندق واقتل اكتر من 300 شخص بقيت كتسمع المحامي وكتشوف عمر اللي طول الوقت محيتش عينيه عليها قال القاضي عمر شنو اقوالك عمر حضر راسو وقال انا بريء وما قتلت حد قال المدعي العام سيدي القاضي كاميرات المراقبة في الفندق رسدات عمر هو داخله وفي ايده حقيبة وهي نفس الحقيبة اللي لقاوا الشرطة بقاياها واللي كانوا فيها المتفجرات على حسب الخبراء اللي ادارت عليها ادخلوا حطها وخرج بدون حقيبة هذا دليل على ان النية الإجرامية كانت عنده تكشي علاج كان طالب بتنفيذ أقصى العقوبات على المتهم وهي الاعدام قال القاضي نادي على الشاهدة نوهى القيدي ناضط نوهى وهي كترهد وقفت قدام القاضي وقال لها اش كتعرفي على عمر قالت عمر صديق طفولتي قال القاضي عمرك شفتي شي حاجة ولا باليك شي تصرف او تهديد منه وفنا دارك اشنو الدافع اللي خلاه يقتل عائلتك وفنهار عرسك شافت فيه والقاتوك يشوف فيها بتماعن ومحيتش عينيها عليها وهي تقول انا منظنش انه هو اللي دارها وممتيقاش ان عمر ممكن يقتل عمر اللي كان عرف انا ما كيقتلش شافت في عمر والقاتوك يتنفس بالجهد وكيدحك ليها رجعت البلاستهو كتتسنى الحكم وطول الوقت عمر ما شاف احتاجيها من غيرها كأن حكم براء تتنفد من اللي سمع ديك الجملة منها وهو يقول القاضي الحكم بعد المداولة ابقوا كيتسنى واحتاجه القاضي اللي غينتق بالحكم قال بعد المداولة والادلة اللي بين ادينا خلصنا الى ان التهمة تابتة في حق المتهم تكشي علاش المحكمة حكمات حضوريا على المتهم عمر الخالدي بالسجن مدى الحياة حطات نوها ايدها على قلبها وتصدمات ما كانتش عارفة ان هاد الاحساس الصعيب احتل هاد الدرجة وناضت الضاوية كتبكي وكتغوت في المحكمة وجات نوها بغت تخرج وهي تسمع عمر قال نوها انا باريء انا باريء نوها ما قتل تحت واحد ما تطيقهومش عافك ما تطيقهومش جروا عمر وخرجات نوها وبقيت في قلبها غصة على قبل هاد الشي اللي قال ماذا الحياة؟ يعني غايدوز حياتو في الحفس جا رشادو قال لا لا نوها قالت المؤبدة سي رشاد هاد الشي علاش تفقنا قال كان تأسف بزاف ولكن القضية من الأول كانت فايلة الحمد لله اللي ما تحكمش بالإعدام نوها قالت لي وشنو الفرق؟ داباره غاديدوز حياتو في الحبس رشاد قال كان تأسف مرة اخرى انا درت ليف جهدي خليتلك الراحة وهي تقول نوها الراحة؟ منين غا تجيني الراحة؟ ثونا التليفون ديان نوها وجاوبات وكانت هاجر قالت فينك نوها؟ قالت ليها شنو كاين؟ وهي تقول حاتي مقالب عليك الدنيا وتليفونك كان تافي انوها قالت كنت في المحكمة كان حضر العمر هاجر قالت ها وشنو كاين؟ وهي تقول لها نوها حكموا عليه بالمؤبد قالت هاجر صافي قليلة في حقه كان عليهم يحكموا عليه بالإعدام في مكان عام قالت ليها نوها ايش هاد لهدركة تقولي؟ سكتي سكتي تفعت التليفون وركبت فتو موبيلتها ومشيت للشركة ولقات حاتم قالب عليها الدنيا شافها وجرى عندها عن نقهة وقال حبيبة فين كنتي؟ شطنت عليك؟ قالت لي علاش شنو كاين؟ قال ليها واش ماشي من حقي نخاف عليك؟ قالت انا عيانة وبغيت نمشي للدار نهضره من بعد قال ليها حاتم نوصلك وهي تقول لا عندي تو موبيلتي اسلامة ومشيت نوها للدار وهي مغمومة دخلت لبيتها وما هضرات معها حتى واحد بقاتك تفكر كيفاش حتى وصلتي هاد الشي؟ واش هي السبب في هاد الشي؟ علاش وكيفاش افكارك تدور في عقل هاللي كان غدي نفاجر بالتفكير ابقات هاكاك حتى اللي سمعت تليفون هاكيسوني ونضت جاوبات وكان حاتم قال لي ها واش مازال ما غترحمي هاد القلب؟ نوها قالت لباس عليك حاتم وهو يقول لا مادام كنشوفك هاكا ما لباس موالي نوها قالت لي علاش انا مالي قال حاتم عرفت باللي نشيتي للمحكمة وشهدتي لصالح عمر وقلبك البيض هو اللي خلى حالتك تكون هاكا مغنعت بكش ولكن بغيت هاد القلب الطيب يلتافت شوية حتى لي انا اللي كان تهدب وكنموت في الطراف اللي كتنشي عليه نوها قالت انا قال لي ها حاتم انتي غدا تنوضي تلبسي حويج كدابة غانجيو نمشيو نتعشاو افخر مطعم وبدون اعضار قالت واخا اربع ساعة ونكون واجدة قال لي ها حاتم يخليك ليلي وفي السجن كان عمر وصاحبه قال محمد صافي غتغبر في الحفز عمر قال نوها مطيقاني وعارفة انني مقتلتش محمد قال وباش غيفيد هاد الشي وهو يقول له عمر خاسني نخرج من هنا باي طريقة انا خاسني نتبتليها باللي مقتلتش قال محمد وكيفاش غتبتليها قال ليه عمر عقلتي على توري هادك اللي في شناح المخدرات سمعتو كيهضر واحد المرة على الهروب فالطمو بلاد النظافة غنحاول نخرج من هنا محمد قال الموضوع ماشي بهاد السهولة راك محبوس مورس بعلاف باب حديدي ما نظنش تقدر تخرج ابدا وعند نوها خرج حاتم ونوها تعشوه لبرا حاتم قال ليها اشنو ندير باش يكتاسم هاد الزين قالت هممم علاش مالي قال ليها حاتم واش ملاحظتيش انك مغوبشة وماشي نوغمان قالت ما عرفتش وهو يقول انها زوجي بيا قالت شنو وهو يقول انا عارف بلي هاد الشيشة فجأة وماشي بزاف باش عرفتك وعرفتيني ولكن ما قادرش نسبر كتار من هاد الشي قلبي كيلحة عالية نطلبها وما مزروبش على الجواب بغيتك تاخذي راحتك في التفكير قالت ليه نوغا ما عرفتش وهو يقول عافكي خذي راحتك في التفكير وانتمنى انتلاقى جواب يريح قلبي كملوا العشاء ونادوا يمشيوا في حالهم حتى وصلوا للدار وتوادقوا دخلت نوغا ولقت جداها كتتتتة قالت لها ما زال فايقة جدا وهو يقول كانتتتتتتاك هنوغا كنتو كتتتتتنه نوغا قالت صراحة حاتيم تطلقني الزواج اليوم قالت الجدا الحمد لله ما نظنش تلاقيشي واحدة بحالي وهي تقول نها صارحة جدة أول مرة كنكون متردهاك خايفة نكون كنت سرعي لوافقت قالت الجدة بنتي فين غدا تلقي بحالي راجل شارب عقل ولا باس علي هادي فرصة ما كتتعودش وهي تقول نها ما نعرفة جدة كنظن أنه خاسني ناخد وقتي في التفكير وزيدون أنا ما نقدرش نزوج دابا وأنا ما زالة مطمعنيتش على رامي اللي ما زال صغير واحتع ليك جدة لما نخليك وهي تقول لها جدها إلى هادي هي العقبة الوحيدة شرطة عليه تعيشو هنا ومنها تولدولي يا ولادي ونسوني نها قالت هاد شي لبال ليك قالت لها الجدة طبعا وترجع لنا الفرحة اللي ضاعت منا قالت نها يا ربي ترجع لنا الفرحة ما تبكيش ها جدة عافاكي بقاوكي هاد روحتها دخلها رامي قالت ليه نها رامي قال ليها نعم قالت له مالك قال مالي شنو فيا أنا طالع لبيتين نعس صبحي على خير جداها قالت مالك يا بنتي هي تقول لها نها واش مش فتيش حالته أنا خاسني نقلس معاه ونعرف ماله تحت عينيه ولك حل ودعاف وحالته ما كتبشرش بالخير ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر